شو يعني إنه نصير بالخمسين؟ أصلاً شو هي الخمسين؟ مثل الثلاثين والأربعين خمسين على نفس الوزن يين 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 بس بتجي مع وينات نظر للقريب ايه والله نعم سبحان الله كيف هيك بين ليلة وضحاها منصير ممنقش عن قريب هول الأسعار بالسيبر ماركت ولكوا يفلو شو بخلا يغيرو هالحبر طبع البرينتر لا حبيبتي ما بها شي البرينتر الحبرات مناح أنت مش قاشعة نصير نحمل الغرض ومن بعده عنا هيك شي 100 متر تنقشع إنه شو مكتوب مثل الختيري اللي كنت شوفه الوقت كنت صبية قدام رفوف ويقولولي تات شوفينا بليز شو مكتوب هون؟ نفس الشي تات التكاليت وأنا ما بقع بشوف شو مكتوب هون للسليلير يا حرام منكبر بهالخط ومنكبر حتى يصير اللي قاعد ورانا بالسينما إيشي على الكونفرسيشن كلها وعشوير رح يقومي قللي قولي لا أنت بالسينما عم تحضر فيلم طفيلنا هالسليلير مضام فو نصنا لا بعض ناقص ليش صحبتي مثلا بعدها مش متقبلة فكرة العوينات إنه هي بتقش عن نيح وبتصير تتحيل تتقرى المنو وعم بتجرب ماتش تدعيونا تا ما حدا ينتبه آخر شي يا بتقلي خدنا طريق ريلنا شو مكتوب أو ع السكت بتشيل هالعوينات بالمخفى بتقرى وبترجع بتردى محلة يا لطيف هلأ بالأول بنشتري هول العوينات الجهزين واللي ببلشوا من نص درجة وطلوع وبعدين بصير عنا collection لأنه بزيدوا الدرجات مع السنوات أنا مثلا هلأ وصلت على الدرجتين ونص آه نعم مثل ما عم خبركم وعندي عوينات حمرة زرقة خضرة صفرة سودة حمرة تانية أو بنية هيك مرش رشين وين ما كان بالبيت حد اتخدش في شي اتنان بالمطبخ يما بدنا نقل عدسات بقودة القعود بالجزدان بالسيارة ووحدة مكسورة بالحمام حد فرشة السنين أنه بارك في شي بدنا نركز عليه بس وين المصيبة لما بدي حط ميكوب أو نظف حواجبي مثلا طيب ما بق شعب على العوينات ما بشوفهم لهالشعيرات وبصير بتحيل عليهم بعلي حواجبي من هون أو قد بظهر على البالكون بالشمسات مع المرأة اللي بتكبر حتى أنه استهدات على العوينات بق زيزة وحدة بتنقلية هيك بتقلب من عين لعين لتشوف فيها العين اللي ما علي يا أزيزة وتشيل حواجبيك أو ترسمي آيلاينر بك خلص بلا آيلاينر بالبلوت والحواجب لشو؟ درج الفورم ناتشرل عمره ما ينشيله بس وين أحلى شي لما تكوني مع ناس مثلا عم بيحكوا عن شخص معين وما ينتبهوا أنك معهم بالحديث ويقولوا ايه ما خلص صارت كبيرة عمره أكيدش خمسين كبيرة ايه كبيرة كتير نحن ما قالوا خطيارة هيك بيصير مع ولادي أوقات بيكونوا عم بيحكوا مثلا عن أم حدا من أصحابهم وبيقولوا ايه ما أمه خطيارة خطيارة هاي دي المرة اللي عم بتحكوا عننا كانت أوطى مني بصفان كنا بنفس المدرسة يلا عن حظك يا ناتاليه هلأ حمد الله نشكر الله ألف مرة مش مبين علي العمر بس تقلكم مش حاسة بالخمسين حاسة ومكترة بعرف إنه رح يغير التأس من مفاصلة سبحان الله لهلأ أنا بعد ما بصبغ شعري بس هيك شوية هايلايت الشعر الأبيض بعدهم سيرني شوي بس صحبيتي عشوية رح يدهروا معه للحلاء من كتر ما بروحوا لعنده طي غطوا هالشعرات البيض واحدة منهم قرر يتوقف صبغة وتطلق العنين للشعر الأبيض واحدة على الطريق أكيد بعدين لايكو شو السر إنه ما منعود نطول شعراتنا إنه على عشر نسوين بالخمسين واحدة أو اثنان ماكسيمم شعر طويل لنص دهرن والباقي ما على الكتاف أو أطول شوي هلأ الأصير مثل ستة بصير بآخر ستة بلشت أمبز قبل الضو أمبز كلمة مشتقة من شو ما بعرف بس يعني إنه بلشت قوم قبل الضو أصحى قبل الضو قوعة قبل الضو هيدا علامة مش منيحة لا لا مش منيحة جد دي الله يرحموا كانوا على ساعة أربع يا عم نامي نامي أولاديك ما بقى عندهم مدرسة ما في لزوم بتقوم تعملي صاندويشات وتلابسيهم تيابون وتواصليهم على المدرسة نامي استفيد عبس ستة ستة ونص ببلش نهارة اه الشي طبيعي على العشرة بالليل ولما تكون تصير تحلم بتختكوا بالنوم عشرة بالليل دخلك قلتي لي وينك بهالليل وحياتكن وحياتكن ما بقى يعني للسهر بفضل مئة مرة كون قاعدة مكنكنة عم بقرأ أو بلعب شي دوكو أو دولينجو أو أحضرلي شي مسلسل وهيدي أنا بحياتي ما كتعملها يعني على أنه كون ظاهرة سهرانة بعدين إذا ظهرت باي باي سكاربينيت وكعب عالي دخلكون بدأ ارتاح أصلاً صار كله عم يظهر بسنيكرز بتبقى لبس فستان يا لطيف وبإجراء اسبادري هلأ شي ومنه كمان نزع طولنا الموضة أنه المهم بس يعني نكون مرتحين لا تبليكو بكل 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 صراحة ليه المرة بالخمسين بتصير تستحل الشاب بثلاثين أولكن أنه جوزة مثلاً صار عنده كرش وأقرع وتغيرت ملامحه وصار عنده تجعيد مم Burning Man يه عصير التجعيد هول مفروض يكونو سارو برزين بالخمسين بس يا عيني ما بقى عم arises وهل شو يعني تجعيد كل واحدة وجه مشدود مثل بلاطة وين بديك تخب بعمرك يا حبيبتي ما رقبتك وإيديك رح يفضحوك وأول شي عويناتيك وهالبطن اللي كان بليلتان بلى عشا يختفي صار عامل زي النار دير مدار وانتبه من اتياب الضيقة على الخسر خبيهم هبيهم خبيهم بشي هدل وفطفاد وشو ما عملت هولي زنود الست ما بقى رح ينحفوا مثل الأول عن جد ولو شو هالسر كلنا النسوين بيعرضوا زنودنا بس نكبر بصير بتطلع بصور من زمان يا شو رفع ايدي وزنودة عن جد كل شي بعمل سبار خلص بتحسون غير وهيدي الشقفة المترهلة من تحت الباط للكوع كيف بيخلصوا بنا كيف قلولي بس اخ خمسين هلا ما بننكر انه بس نوصل لها العمر بصير عن جد في ندوج ما منعود نتوقف عند أمور صغيرة كنا نعمل منا مشكة ليبلش ما يخلص منصير نقطع قصاص منعطي وقت لحالنا لغيرنا وخاصة لعائلتنا الكبيرة منختار الأصحاب الحقيقية وبتصير كل الأشي حوالينا إلى قيمة أكتر أنا مثلا صرت حب الزرع والأرض ما كان يعليني هيدا الشي بالمرة بتاتا منصير نصلي أكتر أقولكن لأنه منصير نفكر بأخرتنا يا رب يا رب اغفر لنا زنوبنا يا رب اغفر لنا ييه وفي منهم بالخمسين بيصيروا تاتا يا دلة هيدا أنا بعد ما فكرت فيها ومش حاصلت تقريبة بس لما تصير أنا أكيد رح كون التيتا الكول اللي رح تهتم منيح بأحفادها بس من هلق لوقتها تركونا أنا مبسط بالخمسين ترجمة نانسي قنقر